اشتركوا في القناة كلامهم يعني معنى علماء الكلام تجد الواحد يكتب له صفحتين ثلاث صفحات علشان مسألة واحدة فكلهم هذر وهديان ولهذا نقول ولهذا نسميه بعلم بعلم الكلام فهو إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل الذي يسمونه عقلا هذا علم الكلام ولم يحدث علم الكلام إلا بعد انقراض الصحابة لما دخل هؤلاء الذين أرغم بعضهم على الدخول بالإسلام حاولوا أن يفسدوا العقائد وآتوا بهذه الطرق المبنية على الجدل والخصومة والنساء والتشويش حتى إن بعضهم يقول لا تصح عقيدة الإنسان حتى يتقدمها شك فيشك أولا ثم يحاول أن يزيل ذلك الشك ولكن أعوذ بالله من يأمن نفسه إذا شك أن يرجع إلى اليقين أخشى أنه إذا شك رجع إلى الكفر نعم وعلى كل حال فكلامهم باطل من أصله